اشتركوا في القناة وسنطبقها خطوة وبالتدريج الى ان تكتمل صناعته اي من السفر حتى النهاية فتابع الفيديو للنهاية واستمتعوا ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة لاننا نتعب كثيرا لينال الفيديو اعجابكم ونبدأ في العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنبدأ في اول جزء من الفيديو هو ان نقوم بشرح الفكرة وكيف سيتم العمل فمشروع يمكن تقسمه الى ثلاث اقسام القسم الاول وهو الجزء الميكانيكي والهيكل وهو المسؤول عن الحركة الحركة التي كما شاهدتم في البداية الفيديو كيف يتحرك الجزء الثاني وهو الجزء الكهربائي والدارة الكهربائية وهو المسؤول عن حساب معرفة اتجاه الشدة الاضاءة اين هي قوية و اين هي ضعيفة والجزء الثالث والاخير وهو الجزء البرمجة الجزء البرمجة لكي نقوم بتحكم واعطاء الاوامل فالجزء الميكانيكي نبدأ بشرح الجزء اول وهو الجزء الميكانيكي الجزء الميكانيكي سنحتاج الى محركين المحرك الاول والمحرك الثاني المحرك الاول محركين من نوع السيرفو يمكنهم الدوران مئة وثمانون درجة و على الاكثر مئة وثمانون درجة و يمكن التحكم بزاوية الدوران الخاصة بهم فالمحرك الاول سوف نقوم بتركيبه على القاعدة فسيصبح يتحرك بهذا الشكل مئة وثمانون درجة يعني يعطينا مسح على شكل نصف دائرة اه في الاتجاه الافقي اما المحرك الثاني فهو اه مركب في المحرك الاول اي الحرعة سوف يتحرك مع تحرك المحرك الاول ثم المحرك الثاني ايضا له القدرة على التحرك مئة وثمانون درجة اه لانه من السيرفو اه وبالتالي اه سوف يعطينا اه هنا حركة اه نتحكم بزاوية الخاصة بها فتخيل مع اي اه محركين مرتبطان ببعض اهما الاول سيتحرك اه احتى مئة وثمانون درجة والثاني مرتبط بالاول وله القدرة على تحريك اي شيء مئة وثمانون درجة وبالتالي ذلك الشيء سوف يمكن الحركة اه في نصف كرة في سطح نصف كرة اي ستمسح الفاضاء المحيطة اه بك ليس كل فاضاء لكن الفاضاء على شكل نصف كرة اه هذا فيما يخص المحركين ثم الذي نحتاجه ايضا هو الهيكل هذا الهيكل عبارة عن دائرة ربما شاهدت مها وفيها اه كرتون اه واوراق ستصق على شكل اكس لكي نفصل بين الاتجاهات وسنحتاجها ايضا في الظل سوف نحاول في الظل وسوف نقوم بتركيب بين في الشكل اكس بينهم سوف نقوم بتركيب مقاومات ضوئية سوف نشرحها في الدارة الكهربائية فهذا ما يخص الجزء الميكانيكي اما الجزء الكهربائي والذي هو الدائرة الكهربائية سيكون مبدأه هو مقسم الجهد مقسم الجهد فتخيل معي تخيل معي مقاومتين سوف نقوم بتطبيق جهد VCC 5V على المقاومتين الذين مرتبطاتين على التسلسل فالمقاومة الاولى قيمتها R1 سوف ناخدها مثال 1 كيلو اوم اما المقاومة الثانية فهي مقاومة ضوئية LDR فالمقاومة ضوئية LDR لمن لا يعرف هي مقاومة لها القدرة على تغير تتغير قيمتها بتغير شدة الإضاءة المطبقة عليها ثم بين المقاومتين سوف نأخذ Vout أي سوف نقيس الجهد على طرفين هذه المقاومة LDR فتخيل معي عندما نقوم بتطبيق الإضاءة على LDR نطبق إضاءة شدة إضاءة على LDR ماذا سيحدث؟ LDR سوف تقل مقاومتها هذه من خواص LDR أنه عندما تطبق عليها إضاءة المقاومتها تقل وليس تزيد عندما تقل مقاومتها فبالتأكيد سوف يقل Vout إذن عندنا علاقة ما بين الإضاءة وال Vout لاحظ معي عندما تزيد الإضاءة سوف تقل Vout تزيد الإضاءة سوف تقل Vout عندما تنقص الإضاءة سوف تزيد Vout بهذا الشكل فما سنحاول فعله هو الاستفادة سوف نقوم بوضع أربعة ضوائر كهربائية من هذا الشكل أي سوف نحتاج إلى أربعة R1 1 كيلو أوم و أربعة LDR فتخيل معي عندك في هذا الشكل أربعة LDR كل LDR مرتبطة بمقاومة R1 و 5 خمسة فولت وهنا ربطها بعد هذه LDR وبعدها ترتابط بال ground فتخيل معي جميعها مرتبطة بهذا الشكل و في كل جهة عندك Vout Vout 1 Vout 2 ثلاثة ثلاثة وهنا أيضا Vout أربعة فتخيل معي أنك ستطبق إضاءة من هنا من هذا الجهة ماذا سيحدث؟ طبق الإضاءة من هنا ماذا سيحدث المقاومة شدة المقاومة LDR سوف تنقص وبالتالي سوف Vout يزيد أي عندما نطبق الإضاءة منهما سوف يزيد Vout من هنا سوف تكون إضاءة ضعيفة لأنك طبقتها من هذا الاتجاه وبالتالي Vout 1 سوف يكون أكبر من Vout 3 فماذا سوف تقوم؟ سوف تعطي أمر بما أن Vout 1 أكبر من Vout 3 سوف تعطي الأمر للمحرك 1 بأن يدور في هذا الاتجاه بزاوية معينة فسوف يدور باتجاه الضوء نفس الشيء من هذا الشكل أيضا هذا ال Vout 2 وال Vout 4 سوف يعطي الأمر للمحرك 2 كي يدور إما في الاتجاه من هنا أو في الاتجاه من هنا فهذه هي طريقة عمل المشروع أما الجزء البرمجة سوف نستخدم فيه الاردوين الاردوين هو المسؤول عن سوف يقوم بالمقارنة بين القيم ويعطي الأوامر للمحركين مثلا في هذه الحالة يعطي الأمر للمحرك الأول أن يدور بهذا الاتجاه وهكذا هو من سوف يكون العقل المسير لهذا المشروع ونبدأ في تطبيق المشروع لمن لم يفهم جيدا جزء الدار الكهربائية سوف أقوم بتجربة بسيطة لأشرح الأمر تطبيقيا أنظروا هنا لدينا هنا تغذية 5V أو الطرف الموجب فالطرف الموجب سوف يتصل نحو المقاومة المقاومة الثابتة لـ 1 كيلو أوم ثم نحو المقاومة الثانية الضوئية لـ LDR هذه المقاومة الضوئية التي سيكون طرفها الآخر متصل بـ الذي هو الجزء السالب فما سوف نقوم به سوف نأخذ طرف بين المقاومة والمقاومة هذا هو الآن يوجد إضاءة حول لنرى ماذا ستعطينا القيمة القراءة في نقوم بإشعال تغذية 5V الآن أشعلنا التغذية ثم سوف نقوم بـ الذي هو الجهد المطبق على طرفين المقاومة الضوئية انظروا ماذا سوف تعطينا عطتنا حوالي 1.79V انظروا الآن عندما سوف نقوم بإخفاض الإضاءة أي سوف أطبق ظلام على الـ LDR انظروا ماذا سوف يحدث كما ترون ازدادت شدة الفولتاج الذي مطبق على المقاومة انها حتى ثلاثة فاصل حوالي اثنان ثلاثة أربعة على حسب الظالم عندما أنزع الضوء ينقص الـ Vout فعندما يكون الظالم يزداد الـ Vout عندما يكون النور ينقص الـ Vout نبدأ في التجهيزات والمعدات والأدوات التي نحتاجها لعمل هذا المشروع أولا سنحتاج إلى اثنين محرك من نوع السيرفوموتر السيرفوموتر لمن لا يعرف هو محرك للقدرة على الدوران مئة وثمانين درجة فقط وأيضا يمكن تحكم في زاوية الدورانه بدقة أيضا سنحتاج إلى أربع مقاومات ضوئية مقاومات مقاومات ثابتة مقاومات ثابتة مقاومات ثابتة مقاومات ثابتة وإلى توصيل وأيضا إلى أردوينو أنا أستعمل أردوينو من نوع أونو للعمل برمجة ونحتاج إلى لوحة التجارب لنقوم بتجربة المشروع وتوصيل أسلاك أيضا سنحتاج إلى لنغذي بها المحركات كما أيضا سنحتاج إلى بعض الكارتون والأوراق لنقوم بصنع الهيكل الخاص بالمجروع فنبدأ أول شيء بصنع الهيكل ثم ننتقل إلى ما يخص الكهرباء والدارة الكهربائية الهاردوير ثم ننتقل إلى القسم الخاص بالصوفتوير الذي هو البرمجة ونرى المشروع قمنا بقص الكارتون والورق بالطريقة التالية وألسقناهم ثم ركبنا المقاومات ال LDR مقاومات الضوئية بالشكل التالي وهذه الأطراف سنقوم بعدها بربطها بالأردوين والدارة الكهربائية وأيضا قمنا نقوم بصنع قاعدة للمشروع هذه القاعدة وأيضا سوف نقوم بلسق المحركين بشكل التالي بحيث سوف يتم تركيب بهذا الشكل في القاعدة نركب المحرك الأول في القاعدة الآتي فالمحرك الأول سوف يعطينا قدرة على التحرك أفقيا هكذا وأما المحرك الآخر الذي هو فوق سوف يعطينا القدرة على التحرك شيقوديا وبالتالي سوف نركب العارضة خاصة به هكذا وبالتالي يوجد حركة على الشكل الأفقي وحركة على الاتجاه العمودي وحركة على الاتجاه الأفقي ثم بعدها سوف نقوم بلسق الهيكل الذي صنعناه بشكل التالي وسوف نقوم الآن بتركيب الخاص بالدارة الكهربائية ولكن دا نحن لكم تذكر تذكر اشتركوا في القناة 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 سأحاول شرح الكود بابسط ما يمكن من لديه معرفة بلغة الاردوينو سيفهم 100% ما سنقوم به اما من ليس لديه معرفة بها فسيفهم حسب تركيزه اذا سنبدأ بشرح الكود اول شي نحن سوف نقوم في المشروع باستخدام محركين من نوع السيرفو ولذلك لجب ان نعرف الاردوينو اننا سوف نستخدم محركين من نوع السيرفو وذلك باضافة المكتبة سيرفو عن طريق استخدام الكود الاتي الذي هو ثم سوف نقوم بتعريف بعض القيم الثابتة وهي اولا ديلي تايم هذه القيمة انا وضعت خمسون ميلي سيكوند ميلي سيكوند لانه سوف تفصل هذه القيمة بين الحركة الافقية والحركة الشاقلية في كل مرة سوف يتحرك عموديا ثم بعد خمسين ميلي ثانية سوف يتحرك شاقلين هكذا ايضا عرفت متغير اسمه سيرفو ليميت وقيمته مئة وسبعون لماذا؟ لانه في الحقيقة قلنا ان محركات سيرفو تدور من سفر الى مئة وثمانون درجة لكن في الواقع دائما يوجد خطأ او ليست دقيقة بتلك الدرجة ففي معظم احيان تجدون تدور من عشر درجات الى مئة وسبعون درجة وذلك وضعت حد لا اريد اتجاوز مئة وسبعون اريد ان ابقى في المنطقة الامنة ثم متغير اخر اسمه بريسيجن قيمته خمسون كلما كان اقل كلما كان افضل لكن انا افضل استخدام القيمة خمسون ستفهمون ذلك فيما بعد اما بعد سوف اعرف المحركين لذين ساستخدمهما انا اضفت المكتبة اذا سوف يسمح لي الاردوينو باستخدام تعريفين جديدين اسمهما سيرفو سيرفو اي اخبرته اني لدي محركين منع سيرفو الاول سوف اسميه انا من اختياري سيرفو فيرتيكال والثاني سوف اسميه سيرفو هوريزنتال الاول مسؤول على الحركة الشاقولية والثاني عن الحركة الافقية ايضا سوف اعرف متغيرين اخرين من نوع انتيجر الاول اسمه vertical servo position والثاني original servo position الاول مسؤول عن معرفة قيمة الزاوية التي فيها السيرفو موتر في لحظة معينة والثاني ايضا اول للمحرك الاول والمتغير ثاني للمحرك الثاني يعني نفس الكل حركة الحركة الافقية وحدها والحركة العمودية وحدها الان اهم الاجزاء في برمجة الاردوينو يوجد جزئين مهما لما void setup وال void loop هي ما يتم تنفيذه مرة واحدة عند تشغيل الاردوينو والفايد loop هي ما يتم تنفيذه مرارا وتكرارا اثناء عمل الاردوينو ففي الفايد setup سوف اقول انا اريد السيرفو vertical اي المحرك الذي اسميته في الاول vertical ان اخبره انه مرتبط بالمنفذ الرقم 9 اي المنفذ الرقم 9 في الاردوينو هو من سوف يقوم بالتحكم بالسيرفو vertical حسب الربط ثم ايضا ساخبره ان المحرك الثاني عفوا ايضا سوف اخبره ان اريد من هذا المحرك انه عند بداية التشغيل ان يعطيه القيمة 90 درجة سيرفو vertical ورائت 90 درجة لاني اريده ان يبدأ الحركة من المنتصف بعدها ايضا سوف اقوم بالمثل للمحرك الثاني وعرف المنفذ المرتبط به الذي هو المنفذ الرقم 10 ثم ايضا اخبره ان يعطيه القيمة 90 ثم بعدها يحدث ديلي 100 ميلي سيكند اي ثانية واحدة ثم يبدأ يذهب بالاردوينو لتنفيذ ما تبقى من الكود فالفويد سيت اوب مسؤول فقط عن تعريف المنافذ للاردوينو ويعطي 90 درجة لكل من المحركين كي يبدأ الحركة من المنتصف الآن دور الفويدلوب ماذا سوف يقوم به في الفويدلوب هي دلة اسميتها track اي تتبع ماذا ستقوم هذه الدلة هي من سوف تقوم بتحليل المعطيات وكل شيء وتعطي القرارات المحرك اين يدور ففي الفويدلوب سوف يقوم بعمل هذه الدلة فقر الذي اسمتها track الآن سوف أتي لتعريف هذه الدلة والذي هو معظم الكود فقط في هذه الدلة ف track هي من نوع void الذي يعرفون برمجة الاردوينو سوف يفهمون لماذا وضعت void لكن كمبتدئ فقط لا يهمك المهم هذه الدلة اسمها track من نوع void ماذا تحتوي تحتوي على جزئين الجزء الاول سوف يكون مسؤول عن الحركة الشاقولية اما الجزء الثاني فهو مسؤول عن الحركة الوفقية نبدأ بالحركة الشاقولية التي هي العمودية للمحرك الاول نفهمها اولا انا كما اخبرتكم ثم عندنا اربع مداخل اربع كل LDR سوف تعطي قيمة نحو الاردوينو اذا LDR الاولى سوف تعطي قيمة في المنفذ A0 انا اريد قراءة هذه القيمة اذا سنستخدم الامر analog read نفس الشاي مع كل LDR الاولى مربوطة مع المنفذ A0 الثانية مع المنفذ A1 ثالثة مع المنفذ A2 والاخرة مع المنفذ A0 اذا هكذا عرفت المداخل التماثولية للاردوينو ثم الانتجر متغيرين ايضا اخرين لماذا سوف أستخدم نحن سوف نقوم بالمقارنة بين قيمتين مثلا في الاتجاه الشاقولي سوف نقوم بالمقارنة بين القيمة LDR1 وال LDR2 لنعرف اين ستتم حركة المحرك فافضل طريقة للمقارنة هي استخدام فرق ما بين القيمتين اذا كانت القيمة موجابة تعرف من هو الاكبر اذا كانت القيمة السيريبة اذا سوف تعرف من هو اكبر منهم اذا سوف نستخدم الفرق سيكون عندنا فرق الآن سوف نقوم بالمقارنة بالمقارنة طبعا لكن هناك مشكلة في الحقيقة المشكلة هي أن القيمتين مثلا عندما يتحرك السيرفو موتر القيمتين مستحيل حتى وعندما يتجه نحو الإضاءة القيمتين لن يتساو مئة بالمئة لأنه دائما يوجد خالل دائما في الحقيقة يتحدث أشياء خارج الحسابات لهذا عرفنا المتغير أي أني أقول إذا كانت هذه القيمة الفرق بينهم إذا كان محصور ما بين ناقص القيمة التي عرفتها الأولى التي ناقص خمسون وخمسون أنا أريده أن لا يتحرك لماذا لا يتحرك لأنه إذا تحرك في هذه القيمة حتى بالعين المجرد لن تلاحظ أن الذي صنعته يشير مباشرة لا يشير مباشرة إلى الإضاءة فبالتالي في هذا المجل إذا كانت هذه القيمة الفرق بينه محصور ما بين ناقص خمسون وخمسون ماذا سوف يحدث؟ لا أريده أن يتحرك إذن سأستخدم ديتاش فسأقوله أن يقوم أن يقوم بديتاش أي يقطع عنه الكهرباء يعني لا يحدث أي شيء ثم إذا لم يكن هذا محقق أي أن الفرق بينهم لا ينتمي إلى مجال ناقص خمسون إلى خمسون هنا أريده أن يقوم بأشياء معينة فإذا كان هذا الفرق بينهم لا ينتمي إلى ناقص خمسون وخمسون يوجد سأقول سيرفو فيرتيكل يقوم بأتاش ناين نفس الأمر الذي قمنا فيه في بادي الأمر نعيده الآن لأني أريد أن تعالي الآن الأمر الذي كان قبله هو الديتاش إذن يجب أن أعرفه من جديد أنه سوف أضع أتاش ثم سوف يقوم بالمقارنة الآن المقارنة السهلة إذا كانت القيمة الـ LDR 1 أكبر من القيمة الـ LDR 2 معناها الإضاءة عند LDR 2 عفوا LDR 1 أقل من LDR 2 إذن أريده أن يتحرك نحو LDR 2 ماذا سوف يقوم الـ Vertical Servo Position الوضعية التي يوجد بها Vertical Servo أي شيء يقولي سوف تتغير بتنقص درجة واحدة في كل مرة مدام الشرط هذا محقق سوف تقوم بتغير سوف تقوم بنقص واحد في كل مرة ماذا كانت تسعين درجة تصبح تسعة وثمانون ثم 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 ثمانية وثمانون مدام الـ LDR 1 أكبر من الـ LDR 2 سوف تبقى تقوم بهذا الشيء إلى أن تصبح هذه غير محققة فنخرج من هذه الـ Condition في هذه الـ Condition يوجد مشكلة أيضا أي عندنا إف تدخلها يوجد إف آخر الإف الآخر هو Vertical يقول إذا كانت Vertical Servo Position أكبر من Servo Limit التي عرفناها 170 أنا قلت لكم لا أريدها أن تجاوز القيمة 170 فإذا في حالة ما الحسابات تجاوزت القيمة 170 ماذا سوف سوف أقول له توقف الأمر هذا أيضا يعيد سوف أقول له توقف لا أريدك أن تكمل ثم سوف أعطي القيمة Vertical Servo Position سوف أجعها تصبح 170 أي لا تتجاوز هذه القيمة هذا فيما يخص إذا كانت LDR1 أكبر من LDR2 أما إذا كانت إلز إف LDR1 lesser than LDR2 ماذا سوف يحدث ماذا سوف يحدث سوف يحدث العكس هنا كانت تنقص بدرجة هنا أريدها أن تزيد تتحرك في الاتجاه المعكس إذن سوف أخبرها أن تزيد في كل مرة درجة واحدة أيضا في حالة إذا عندما كانت تزيد أصبحت القيمة أصغر من السفر فأريدها فأريدها أن يقوم بتوقف عن العمل ثم يعطي vertical server position القيمة السفر أيضا إلز إذا كانت difference value vertical يساوي السفر معناها أن LDR إذا كان هذا يساوي السفر معناها أن هذه القيمة يساوي هذه القيمة إذن أنا في قيمة جيدة إذن لا أريده أن يقوم بأي شيء هنا أيضا servo vertical dot right vertical position فبعد كل هذا ماذا سوف هذا الكود لحد الآن ما قمنا به هو فقط إعطاء قيمة لل vertical servo position يعني إما هذه الحالة هنا أعطينا قيمة ل servo vertical position هنا servo vertical position يعني درسنا كل حالة وأعطينا قيمة ل servo position ما باقي الآن إلا تنفيذ الأمر فأعطي تنفيذ الأمر أن يقوم بكتابة القيمة vertical servo position إلى إلى ال servo موتير فيقوم بكتابة قيمة زاوية المرادة ثم يقوم بتوقف delay time بقيمة delay time التي وضحتها هي خمسين ملي ثانية ثم بعدها ينتقل مباشرة يقوم بنفس الأمر نفس العمل هنا يقوم به مع المحرك الآخر نفس الحسابات ونفس شيء يعيد مع المحرك الآخر فقط هنا يوجد خطأ بسيط قمت به آسف الآن لاحظته هذا الأمر يجب أن أحكس هذا هذا لقيمة هذا الأمر يجب أن يكون هنا لأنه في الزيادة والأمر آخر هذا يجب أن أضعه هنا في المكان الأول هكذا كل شيء صح هذا هو المحتوى أنا لم أريد شرح باقي الجزء هذا يعني نفس الأوامر التي سوف تقوم بها في الاتجاه العمودي سوف تعيد في الاتجاه الشغولي وبعد الانتهاء من معينة الكود سوف نقوم بإرساله إلى الاردوينو الآن يتم إرساله كما نرى هنا عفو يوجد خطأ يوجد خطأ هنا خطأ exist without religion نعم نسيت هذه أنا أضيف خطأ بسيط نسيت هذه فأقوم الآن بإرساله سوف يرسل عاديا يوجد خطأ آخر and and output خطأ x input نعم الخطأ آخر لا يوجد لم أغلق العريضة فالآن من المفرض أن يرسل مباشرة الآن سوف يبدأ مباشرة بالعمل المشروع الذي قمت به وبهذا نكون قد انتهينا من العمل والمشروع نجح كما ترون أمامكم فنترككم معه ومع بعض المختطفات من كوديس التصوير ولا تنسوا الاشتراك على القناة والسلام عليكم اشتركوا في القناة الضرب من الخطأ ومعنا مرق العربي يوه من الخطأ ومعنا اوه وإلى الكنس ومعنا التغذية نحتاج على أكثر النهرما عند إكمه تدهيزات المؤيدات أدوات التي قمت بابعا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر